عرفك كم التطليق. محدش طلب حاجة من اتحاد الكورة. هو جاي كده من نفسه. انتو فاهمين انا عايز اقول ايه? محدش طلب حاجة من اتحاد الكورة. الزمالك ماشي وفقا للسيستم المزبوط وبنسبة مليار في المية. ليه? لانه الزمالك مجذبش. الزمالك في الميل الرسمي اللي مبعوط الى الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقوله ايه? بيقوله السادة الافاضل. وفقا للايقاف الموقع على نادي الزمالك في الاجراءات. انا جبت لك النسخة الاصلية دايما وبترجمها لك. في الاجراءات نود الاستفسار. بص الزمالك بقى بقيت يقوله. نود الاستفسار عن حقوق نادي الزمالك في تسجيل لعبنا القديم الذي انتقل الينا على سبيل الاعارة. وتم قيده مع الفريق في موسم عشرين واحد وعشرين على سبيل الاعارة وحتى نهاية الموسم. والنادي قام بتمديد تسجيله مع نادي المولي العرب من اجل استمرار تسجيله في الزمالك في الموسم الجديد كتسجيل نهائي. ها? كتسجيل نهائي. هن كم كم مش صفقة انتقال حر ها? تعاقد مع المولي العرب ها? تعاقد مع المولي العرب. من اجل استمرار التسجيل. لزا فهو ليس لعبا جديدا يتم تسجيله في صفوف الفريق ولكنه لعب مسجل بالفعل في قيمتنا بالموسم الماضي. اللي بعد. برجاء فاديتنا بالتأكيد على ما سبق من اجل التأكيد على حق استكمال تسجيل لعبنا القديم في الموسم الجديد. فايه? انا عندي لعيب. يا اتحاد يا دول انا عندي لعيب. بفعل باند الشراء وبخلصه من المولي العرب وعايز اسجيله نهائي. ينفع اعمل كده وانا موقوف القد ولا ما ينفع شيء. ده البيان او ده الميل الرسم اللي انا بنفرد لك بيه اهو. عشان اعرفك ان اتحاد الكرة جاي ايه? من نفسه. جاي ايه? من نفسه. اللي بعد. او من هو منوت يعني? عن العك والعجن اللي حاصل ده. ده بقى ده نص الرد الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على مين? على الزمالك. ودي الترجمة. انا قلتلك ما تقومش علشان حالة تقع في ما اتقع منك عامش ان الامور كلها متسلسلة مسلسلة. الميل المرسل من اتحاد الدولي للزمالك. قالك ايه? نحن نفيدكم. بتلقينا الميل المرسل منكم في 24 سبتمبر 21. بشأن منع نديكم من الانتقالات وامكانية تسجيل اللاعب الذي كان مع نديكم على سبيل الاعارة. في هذا الشأن برجاء الرجوع للمادة 25 تلاتة من اللوايح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالتهم من نسخة اغسطس 21. يعدد هذا الحكم. يعدد هذا الحكم سيناريوهات معينة والتي لا تخالف حظر الانتقالات. اللي بعده. قالك ووفقا للمعلومات المقدمة من خلال الميل المرسل. ها? طلبكم يظهر انه يغطي المادة 25 تلاتة من اللوايح. وبالتالي يتاح هذا الطلب وفقا لهذه الظروف. برجاء العلمة ان هذه الموافقة مبنية على التفاصيل التي ذكرتموها في الميل الرسمي منكم مبدون تحيز. اذا الزمالك اتبع الخطوات القانونية الصحيحة السليمة بنسبة مئة في المئة منذ سبتمبر واحد وعشرين. وارسل للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم رد عليه. طلع لنا بقى مين من الناس؟ الحلزونة يا اما الحلزونة. الاتحاد المصري لكرة القدم. قالك لا. انا هستعماكوا كلكم. وده مش بيستعمى بس الناس والجماهير والاعلام وكل خلق الله اللي موجودين واللي بيتابعوا واللي بيتفرجوا واللي شافوا كل حتة في كل مكان. ده حتى كمان مراحش للزبالك يقول له هو انت بعدت هو حصل ما بينك وابين الاتحاد الدولي اي حاجة. طب منظركوا ايه دلوقتي? واحنا بنتكلم في الموضوع ده والتحاد الدولي عنده خطبات من الزمالك بيقول ان اللعيب بصفقة انتقال حقيقية من اعارة الى تسجيل نهائي ومصر كلها عارفة انه اللعيب هات حمادة معدي في الشارع قول تعالى حمادة حبيبي تعالى. في لعيب اسمه سيفي الجزيري. جيت زي. حيقول لك والله ده كان صفقة اه اه اعارة بنية البيع. حتى كمان كانوا حطين يا عم ورقم كبير قوي. كانوا حطين عشرين مليون. تمانية حيدفعوا وقت الاعارة واثنشر يدفعوا لما يدفعها. قولوا شكرا يا حمادة. حمادة صغنن كده. لكن حمادة الصغنن ده وكلنا على بعدنا ما بنعرفش حاجة. ليه عشان الاتحاد الاتحاد? او من هو منوت بقى عن البلابالي اللي بيحصل ده? يعرف اكتر منينا. موسيقى